السلام عليكم اليوم بنتكلم عن الـ Aputure 100D والـ 200D أفضل إضاءة حق اليوتيوب هذه الـ 100D لكن الـ 200D بعد نفس المحتوى يكون موجود فيه أوش عندنا استكيار من شركة Aputure لون الأبيض والأسود عندنا حين هني الـ Reflector ناس ما تشوفون عندنا كتاب التعليمات عندنا محول الطاقة هذي محول الطاقة اللي شاملينه مع الـ 100D بيكون حجمة وايد عصغر من الـ 200D لأنه ذاك 200W هذي 100W من ناحية قوة الإضاءة الشيء الحلو اللي زيده هذي تقدر تعلق المحول على الـ Stand الإضاءة بدل ما يكون معلك في الهواء أو طائحة الأرض شيء بسيط بس واحد يساعد لما عندك إضاءة وايد في الـ Studio الشيء الثاني اللي حلو موجود زر هني يكفل المحول داخل الإضاءة حتى لو سحبت بالقوة ما يتبطل إلا إذا ضربت الزر وسحبته نفس الشيء مع هاي الـ Wire اللي بيركب في مقبس الكهرباء نشوف إنها الصوب في قفل إتراكبه داخل المحول بها الشكل وبعدين ما يسحب ما يبطل إلا إذا فصلته بعدين بيبطل وآخر شيء عندنا الإضاءة نفسها هذه الـ 100D حجمه صراحة حلو وصغير ووزنه مو يتثقيل بعد ونفس الشيء ينطبق مع الـ 200D الفارق لكن في ذلك إنه في محول طاقة داخلي يعني بس توصل سلك الكهرباء بشكل مباشر للقطعة شكله حديد كامل بس هو مو بكامل حديد عندنا هني حديد لكن هذي بلاستيك مثلا فطبعا الـ 120D والـ 300D أسعارهم أضعاف أغلى لكن كامل حديد تصنيعك أحسن وفي مميزات أكثر حق الاستيديو الاحترافي طبعا هاي بيسمح لك إنه تتحكم بزاوية الإضاءة وبعدين تصكه طبعا ناس وما قلت لكم حاسبوا هذي بلاستيك مبحديد فينكسر من وراء الإضاءة عندنا بس شمشي أولا المنفذ حق سلك الطاقة شي ثاني عندنا زر حق تشغيل الجهاز عندنا زر ثاني عشان تشبك الإضاءة بالبلوتوث وبنتكلم عنها عقب شوية واخر زر طاقة واحدة تحت وبعدين تتحكم بكمية الإضاءة من هذي الليت طبعا الإضاءة دي فيها مرواحة وتقدرون تشوفونها هني فيه إضاءات بدون مراوح لكن تكون خلينا نقول كمية الإضاءة اللي موجودة فيها وائد أقل من هالإضاءة دي خلينا نشوف الإضاءة نفسها طبعا مفروض ما تلمس هذي الشي هني وحاطين لك تحذير على هالموضوع بس الـ 200D طبعا الشيب بيكون حاجمة وائد أكبر من الشيب اللي موجود هني على الـ 100D حسنا بروكم الطريقة اللي تشبكون الإضاءة بالبلوتوث مع تلفوناتكم طبعا أول الخطوة تروحون الـ Google Play Store أو الـ Apple App Store أنا عندي أندرويد رحت الـ Google Play Store تنزل الـ Sidus Link نزيل؟ تبطل التطبيق يعطيك بعدين Scenes شي اسمه Scenes تضيف لك سين من هني جديد ودش على السين بعدين من السين هني تضرب على الزر الأخضر وبتشوف إن الإضاءة تطلع بشكل مباشر إذا ما طلعت الإضاءة على التطبيق لأي سبب بس روح على الإضاءة اضغط على زر إعادة إعدادات البلوتوث اتيود عليه تقريبا لمدة عشر ثماني بس بعدين تختار الإضاءة اللي تب بيها وتضرب على زر الـ Setup أنا عندي سين موجودة في إضاءة من شركة Aputure إذا تلاحظون أول إضاءتين هذالين عبارة عن إضاءات LED صغيرة RGB تتغير ألوانها الإضاءة هني عندي الـ 200D والإضاءة عندي هني الـ 100D فمثلا بندش على الـ 200D وبنطفي تشوفون إن قوة حين حاليين بس 32% من قوة الكاملة نطفي نشوف إن هذي الإضاءة الأساسية راحت نقدر نراجع طبعا نقدر بعد نزيد القوة هذي حين 100% إضاءة ترقوية عندنا قسم الإفكت أو المؤثرات اللي يمكن تستخدمها حق اليوتيوب أو إذا تبي تسوي فيلم صغير يعني مثلا منها الـ Paparazzi أو المصورين تعرفون في الفلام لما المصورين تبعون أن يصورون أحد يصير ويد وميف فمثلا أخلي 100% وأزيد الـ Frequency مثلا 7% أروح على الـ Paparazzi أضرب Start فتشنا وادي محين قا يصوروني هني إذا أبقى أزيد السرعة فتشنا وادي مصورين موجودين قا يصوروني خاصة إذا عندك أكثر من إضاءة مثل 100D والـ 200D فيصير من أكثر من صوب طبعا بعد تقدر تحكم بقوة الإضاءة بعد فبنوقف هالفكت بنروح Firework شنا لعب نارية ناس ما تشوفون الواميضة إي ويروح شنا حين قا طالع عنا في الهواء لو تصير لعب نارية ما راح لبيي شفون ويروح بعدين عندنا Faulty Bulb بقل القوة من هني عشان يكون تأثير وقعي أكثر كأنه قاعد في الحجرة والليد قا يحترق عليه بعدين عندنا Lightning يعني نفس الرعاد أو البرق وعندنا بعاد تلفزيون جنا واحد قا يطالع تلفزيون حين لو أقل اللضاء شوية وأفروي هي حق اللضاء شفون جنا واحد قا يطالع تلفزيون اللضاء شوي تزيد وتقل مع الوقت كأن المشهد يتغير عندنا Pulsing بهالطريقة نبض هاي زين حق افلام الرعب عندنا Strobe بهالطريقة وهي بواكفة بعوة راسي عندنا Effect الانفجار بخلي أقوى شي والدكية كلما تقللت شن الانفجار عود يتم مدة ويقل يعني هاي شن الانفجار نووي بيصير هادي شن الانفجار صغير ويروح خلي نسوي شي سريع شوية ويختفي وتشوفون هنا يزر ترقر معناته كأنه بيبتدي الإفكت لو أقلله عندنا انفجار عود صار وهذه الاعدادات كلها من ناحية التأثيرات اللي موجودة في التطبيق وايت حلوة منص ما تشفتو بعد تقدر تعتمد عليه تضرب الزر بيشتغل أكيد ما يقطع ما يصير بطيء ولا شي وايت سريع ما شاء الله وايت سهل الاستخدام سكيت الإضاءة عشان رأيكم شون كونت المشهد أول شي عندي الفورزة سكستي للأسف ما عندي ريموت له وما في بلوتوث فموجود وراي إضاءة خفيفة قعد سوي باك لايت لي احين باشغل واحدين من الضعات بقوة 24 بالمية حق ال100D مع لانترن ليت اللانترن ما الابتشر براويكم شاكله بعاد بعدين بانتقل لي ال200D وأشغله بقوة 2.5 بالمية معناته هاي 2.25 بالمية وهذي تقريبا شيء 20 بالمية والعداد الحاليين اللي عندي موجود 640 ايسو موب ويد عالي أستخدم V-log على الباناسونيك S5 فخليت الآيسو شوية أرفع طبعا إذا تبي قوة أكثر تقدر تدشعر إضاءة الـ100D خلي 100% ناس ما تشوفون صار قوي وبخلي حين الـ200D على 100% خلي نشوفه ناس ما تشوفون إضاءة قوية كلش إذا أحطهم على 100% أنا أحط تقريبا 30% على الـ200D وـ20% على الـ100D حسيت أن الإضاءة كافية اللي أنا في هاي الستوديو دي من ناحية أصوات المراوح الـ100D تقريبا ما لا صوت وائد مناصب للفيديو كان عندي الـGorox SL60 موجود هنا كان لا صوت مروحة أسمعه من هنا لكن نحين صرط ما أسمع صوت المروحة خاصة لأن قوة وايد بعد وتقدر تقللها بعد صوت المروحة يكون أقل الـ200D لا صوت أكثر بس صراحة وائد أحسن من الإضاءة اللي موجودة كانت عندي كان عندي إضاءة اسمها الـGen B EF150 كان شيء سيء للفيديو كلش كان سيء فبالنسبة لي أنا استخدامي يعني خلينا نقول مباحترافي الـ200D بعاد مناسب لتصوير الفيديو في استوديو منزلي خلينا نتكلم عن سعر الـ100D سعره 199 دولار الـ200D سعره 299 دولار أسعار ممتازة ترى إذا تقارنونها بالإضاءات الثانية اللي موجودة وخاصة إذا بتقارنونها بالـAputure 120D والـ300D والـ200D قوة أكثر من الـ300D معناته قوة أكثر بسعر أرخاص طبعا بتفقد جودة تصنيع شوية وتفقد بعاد الأشياء الاحترافية للتحكم بالإضاءة بس أنا ما أحتاجها فهل أنصح بالـ100D والـ200D مليون بالمئة إذا أنت صانع محتوى إذا بتسوي أفلام أو بتسوي يوتيوب فيديوهات نفسي أنا صراحة هالإضاءة ممتازة والشيء الحلو فيها أنا أحب أتحكم بالأشياء كلها في تليفوني فموجود في تليفوني ما أحتاج تشتري ريموت ولا شيء إضافي نفس النانلايت النانلايت تحتاج تشتري قطعة إضافية عشان تتحكم بالإضاءة حسيت شيء ما لداعي والـGodox يستخدم الريموت العادي فهذه تستخدم بلوتوث موجود معاه بسعر وائد ممتاز وائد وائد ممتاز سعره ما أقدر أنصح به اللظائة أكثر من جدي يعني صراحة أفضل اللظائة استخدمت هنا في قناتي حاليا ممتاز So ممتاز م democrats ممتاز ممتاز أفضل Projekt س señor ممتاز افضل ممتاز اشتركوا في القناة